السلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم أيها الأحبة عادة ما تصير الأحداث التي تستقطب أعداد كبيرة أعداد هائلة مليونية عادة ما تصير شهية السياسي والمحللين استراتيجيين تدفعهم إلى أن تطرح الكثير من الأسئلة طبعاً لأنها تنطوي على عواطف أكتار ودلالات هائلة وكبيرة طبعاً هذه العواطف والدلالات الهائلة تعكس إمكانية أن تتطور وتنعكس بشكل مباشر على التركيبة الاجتماعية لبلدان كل المواطنين الذين حضروا إلى تجمع هائل كتجمع أربعينية الإمام حسين صلى الله عليه وسلم طبعاً زيارة الأربعين تقدم هذا النموذي بدون أدنى شك ليش؟ لأنها إلها تأثير هائل ولا يمكن وصفه بالكلمات في نفوس واتابه الزيارة هذا الموضوع سيكون محور حلقتنا لهذا اليوم والتي حملت عنوان الأربعينية متى تتحمل الحكومة مسؤوليتها تقبلوا تحياتي أنا على طاظل ومعي في الإعداد الإعلام قاسم العجرش وفي الإخراج أحمد سلام أيها الأحبة كما هو الآد نقرأ مقطعاً من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع مقالنا الأول نجح العراقيون وفشلت حكومتهم الكاتبة نور الجبوري نجح العراقيون وفشلت حكومتهم الكاتبة نور الجبوري كان لابد من الحكومة وفي هذا التجمع المليوني أن تقوم بعملية تسهيل خروج الزائرين المعزين من كربلاء المقدسة إلى مدنهم وكذلك إيصال الزوار الأجانب إلى الحدود التفويج العكسي وتوفير وسائل النقل الكافية لهذه المهمة الحكومة فشلت كما فشلت في السنوات السابقة في تأمين طريقة تفويج عكسي للزائرين من كربلاء لكن الوسيلة الوحيدة لحل هذه المعضلة هي وجود قطار سريع يربط كربلاء ببقية محافظات العراق بفك الاختناق الذي يحصل في كل عام نتيجة التدافع وعدم قيام الحكومة بتوفير وسائل النقل اللازمة لهذه العملية وكل التخصيصات والآليات التي يحتاجها هذا الأمر متوفرة من خلال الاتفاقية الصينية العراقية التي أوقفها من يريد وطن مرحبا بكم مرة أخرى وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ كامل الكناني مرحبا بك مرحبا بك حياك الله الله يحفظكم المحلل السياسي الأستاذ محمد الياسيري مرحبا بكم أضيفين كريم الأستاذ كامل يعني الصحف كتبت عن وفاة ما يزيد عن ستين زائر بل أن الموقف الرسمي الإيراني أشار إلى أن ما يزيد على المئة زائر توفيه بالإضافة إلى قرابة أو ما يزيد على المئتين من الجرحة طبعا هذا كله ناتج عن حوادث طرق السير يعني عشرين سنة مضت ليش العراق ما قدر أن يوجد بنية تحتية لما تعلق بالمواصلات بمواصفات دولية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعليه الطارئ وحييك وحيي ضيفك الكريم وحساب الياسير وجمهور قناة الأيام الطيبة بالحقيقة نسبة الحوادث إلى نسبة الحضور لا تمثل فارغ كبير عن النسبة العادية يعني يوجد حينما نتحدث عن ملايين الزائرين ونتحدث عن عشرات الحوادث لا تعد نسبة الحوادث نسبة خارج المعلوم صحيح أن لدينا طرق متهالكة ولكن لدينا زخم بشري كبير لدينا ازدحام شديد لدينا طرق تغيرت مساراتها لدينا طرق تحولت من ممر واحد إلى ممرين وممر آخر ترك للزائرين وبالتالي مجموعة العوامل الضاغطة على انسيابية السير في موسم الزيارة تخضع لعوامل متعددة ليس صحيحا أيضا أن نستغل أي مناسبة ونشتم الحكومة ونسبها الحكومة مقصرة يوجد تأخر في البرامج الخدمية بالشكل العام يوجد انشغال بالملفات السياسية وإهمال الملفات الخدمية في أداء الحكومة توجد مشاكل خارجة عن التأثير مشاكل تأثيرات أقليمية ودولية في المشروع السياسي العراقي عرقلت الكثير من يعني تحولت الحكومة إلى حكومة تدافع سياسي قبل أن تكون تدافع خدمي وهذا ينعكس والطرق جزء من الحالة مو بس طرقنا سيئة يعني لحد الآن الماء الصافي بمشكلة لحد الآن يعني إحنا في كربلة كان عندنا زوار بالليل الصبح كان عتم بالليل كان عتم مي الصبح قاعدة وما لقوا مي يابا شو القضية قالوا الماء ينجطها يابا اتصلنا أخوة قالوا والله الزخم على المنطقة ما نقدر هذا راح نتطرق مشاكل عامة يعني توجد مشاكل عامة كثيرة ولكن مغايتنا شتم الحكومة أوسبها احنا بدليل أنه حملنا الحكومات المتعاقبة ولم نخصص حكومة بعينها أنها هي التي قصرت نحن نتحدث عن مجريات الأحداث فيما بعد 2003 وإلى الآن يعني الحكومة الحالية بعد إذنك يعني الحكومة الحالية تتحمل جزء من المسؤولية كما تتحمل الحكومات أنا أتمنى أن نقارب المنهجية طرق فيها يعني مراعاة فيها المواصفات الدولية ما كان نشهد هذا العدد اسمح لي يعني أنطيك معلومة مجموعة الطرق اللي تم تعبيتها واللي تم توسيحها واللي تم إنشاءها من 2004-2005 من تشكلت أول حكومة نعم إلى 2019 نعم ألاف الكيلومترا نعم تفوق ما أسسته الدولة العراقية من طرق من 1923 إلى 2003 كل شي صحيح أدن ما تم إنجازها خلال هذه العشرين سنة هو أكثر مما تم إنجازها وبثمانين سنة جيد ولكن توجد عوامل أخرى باقتها مثلا التوسعة عدد الآليات استعمال الناس للسيارات يعني إحنا كنا بالسبعينات والثمانينات الشارع عملنا فولغا وبرازيلي وصدنا يطيل الضباط سيارات أولتز موبيل الشارع خالي دائما الآن يعني تم العراق استورة سيارات من 2003 إلى 2009 بقد عدد السيارات من تأسيس الدول العراقية هذا كل عوامل زخم أنا ما أريد أدافع ما أريد أقول الحكومة صحيحة والحكومة مخطعة أنا لا أقول إن الحكومة انشغلت بملفات أخرى أقل أهمية أقل خدمية الصراعات السياسية أثرت يعني محافظة مثل محافظة واسط تجيها موازنتها السنوية ترجع نص أكثر من نص الموازنة ترجحها بسبب خلافات بين أعضاء مجلس المحافظة بين كذا تيار وكذا حزي نعم صحيح هذا مشاكل هذا مشاكل حقيقية إحنا علينا من نريد مقارب جمهورنا بمقاربة إعلامية يجب أن تكون المقاربة الإعلامية بها عمق تثقيفي توعوي وبها تحديد مسؤولية قانونية بالتأكيد هي الحكومة مسؤولة وبالتأكيد هي الحكومة مقصرة ولكن المعالجة المنهجية تنطيك تصور كامل مو بس هذا المسؤول ولا بس هذا الوزير ولا بس هذا العظم أجلس المحافظة ولا بس هذا المقاول ولا بس هذا المواطن كلنا جميعا في بوتقة من الانصهار التي تأخرت عن تحقيق أهدافها تلكأت في تنفيذ برامجها تعطلت الكثير من مشاريحها وإلا مثلا افترض مثلا الكهرباء الكهرباء الآن عدنا 6 ميجاواط الآن عدنا 22 نسمو كافية الكهرباء عدنا 22 من 6 إلى 22 إنجاز إنجاز يعني مو سهل من 6 ميجاواط إلى 22 ميجاواط 1000 ميجاواط حتى توفر طاقة كهربائية ولكن من 22 اليوم لم تعد كافية لأن اليوم محتاجين إلى 30 ومن المنأمن إلى 30 راح نحتاج إلى 40 لأنه يعني السعر في استعمال الأجهزة الكهربائية تتزاعد كثيرا فإذن الموضوع صحيح بالطرح ولكن علينا كقناة إعلامية مسؤولة أنا يعني ما أتحدث بقناة غير محترمة قناة الأيام من القنوات الإسلامية الوطنية النظيفة اللي تنطي للمواطن مقاربة صحيحة مقاربة منهجية ولذا أنا أدعو إخواني المسؤولين إلى التركيز يعني كربلة طرقها ومداخلها جيدة جدا أصلا أحسن من بغداد بالرغم هذا بالزيارات تبدأ يعني اختلاق أول بارحة طلعنا من كربلة يعني بعد الأربعين الطريق من كربلة إلى تقريبا 20 كيلو أخذ من عندنا 3-4 ساعة وطريق ترابي ومزعج جدا يعني لأنهم سوين بيث كالتحويلة ليه أشهر ما أدري اشهر هذه القوات الأمنية قررت أن تفتح هذا الطريق وتستدهاب الطريق الرئيسي ما أعرف بالنتيجة توجد مشاكل يعني توجد مشاكل ومشاكل مؤذية للمواطنين مؤذية للزيارين ووجزء منها هذا عدد الزوار اللي الكبير نعم لا شك يعني أستاذ محمد يعني اللي حصل ألا يدله على حدم وجود دراسات أو أن هذه الجوانب لم تولى العناية الكافية والتحضير المصبه خصوصا نحن هذا حدث سنوي يعني معروف حسنين سنة من سنتين من 15 عش من منطق السنة يعني ما تم معالجة مثل هذا بداية بسم الله الرحمن الرحيم تحيطيبا لكم وعرغبكم الكبير الأستاذ الكراني ولمشاهدنا الكرام أنا قبل أن أدخل في سؤالكم وملف الأربعينية أود أن أشر إلى نقطة أنه ما تفضل به الأستاذ الكراني فيما يتعلق بما تم أعماره خصوصا بعد 2003 يفوق ما تم أعماره سابقا وهذه نقطة جدا مهمة هذه بذل بها السيادة العطواني بذل بجمعة الساعدي سيد عدنان الساعدي بذل بها جهد ممتاز في رصد الإهلاسات فيما يتعلق باعتبار الاستهداف للقيادات الشيعية لكن أكثر نقطة أخرى مهمة في هذه النقطة أحنا اليوم كشعب عراقي أخلب الشعب العراقي وين يسافر من يريد يسافر يروح للسعودية الحمد لله ما كوهيش وللحج وللعمر بالقوة يا الله لعذى الأمر سوريا الأرهاب منتشر بها وهذا الوضع ما ولا الكويت تسمح لك وتركيا بالطيران ما عندك غير بس إيران يعني خلال هذه السنوات المحافظات المحاذية للجمهورية الإسلامية يعني مثل أبو واسط قدم مقترح كان إيجابي لكن ما سمحت للحكومة المركزية للأسف تتحمى نتيجتها أنه أراد منفذ آخر إلى جانب منفذ مهران باعتبار لا يكفي مثل أبو ديالة عنده ثلاث منافذ فقط منفذين واحد تجاري والآخر تم فتحه مؤخرا والثالث لا زال فيه مشاكل منفذ البصرة الوحيد اللي هو يعني لا زال يعمل بشكل انسيابية عالية منفذ العمارة متوقف من صارة الزيارة كان بالطرق الطرق ما مهيئة نحن اليوم من الفين والتسعة عشر لغاية أو من الفين وثمان عشر لغاية اليوم الإيرانيين خصوصا في أيام الزيارة يتجهون بشكل إقبال أكثر من السابق بالتوجه إلى كربلا خصوصا في أيام الزيارة كثير أكثر من المرأة الإيرانيين طالبوا الحكومات المتعاطمة في السابق والحكومة الحالية بأن تسمح لها الحكومة لكن كانت أعذار مرة تحال إلى الشركات مرة نريد أي دعام العلاق بالنتيجة أنه هذا الطريق الواحد اليوم الذي أكثر الزخم عليه هو طريق واحد ذهاب وإياب وهذه النتيجة مرت والأحداث الحوادث في الشومالية هذا القصور الحقيقي أنه ما كانت هناك كان يفترض أنه هناك الطريقة الستراتيجية ليرادته في وقته تم الاتفاق مع عثيزة حكومة عبد المهدي الذي يصل حتى سوريا خطس تراتيجي حملاق هذا صير مثل الطرق ما واجهنا شي مشاكل خصوصا نحن بالسنوات المقبلة شو توقع أنه راح ننتوقف عند الواحد وعشرين مليون لا بتأكيد خبر الاتساع نعم اليوم الإيرانيين خمس ملايين باشر عشر وإحنا نكلم مسموح لأي واحد أنه يمنع أي زائر يريد أن يؤدي شعائر الأربعين من أي بلد كانت وبالتالي ملزم بأن تهيئ له الأرضية الكاملة زي أن أنت بهذه الطريقة وبهذه الآلية وتريد أعداد الزوار إذا وصلت إلى الخمسين مليون شو راح يكون الحق هاي نقطة الفشل الآخر اللي الآن في زيارة الأربعين رغم النجاحات المتقدمة اللي وصلت لها في زيارة الأربعين واللي كانت غير متوقعة واللي كانت فيها تزديد إذاهي بالدرجة الأولى لكن وجدنا مثلا عملية النقل يعني ما شاهدنا من الجانب الحكومة في السنوات السابقة نشاهد آديات وزارة التجارة آديات وزارة النقل بالكامل كان عندما يحدث الزخم أنه عملية إخراج الزوار بطريقة بطريقة السمية لا تقول لي جيدة يعني نوعا في السابق أحسن ما ترجع الناس اللي مسيب مش يعني رجعنا لتن سبعمائة وخمسة مش يعني زين أنت يحسب هو اللي رايح يقدر يرجع التهصل لا مجرد الباصات وهذا يعني إذا تحسب دينار واحد ما صرفت الحكومة على هاي الأحالي بالضبط سأل الأحالي والعتبات هم من كان لهم الأصحاب الفضل في هذه جيدة لم لاحظ هناك جهد حكومي واضح أدى باستثناء الجهد الأمي وهذا هم أيضا نقطة إيجابية باعتبار قد ما حاولت العصابات الإرهابية في وقتها أن تنفذ تعرضات على الطرقات لكن لم تنجح باعتبار أن هناك كان تنسيق أمي عالي وجود الحجد الشعبي فصائل المقاومة تنسيق أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقال آخر حما العنوان إدارة زيارة الأربعين بين الاستحداث والتفعيل القراءة وتوصيات الكاتب حازم أحمد إدارة زيارة الأربعين بين الاستحداث والتفعيل قراءة وتوصيات الكاتب حازم أحمد فضال بدأنا نقرأ دعوات جديدة بعد انتهاء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام تتفق هذه الدعوات على المطالبة باستحداث وزارة من أجل إدارة الزيارة المليونية العالمية لماذا هذه الدعوات تحديداً؟ ومن الذي يرأس الوزارة؟ لماذا نتوقع أنها تختلف عن الوزارات الأخريات وتكون نزيهة تؤدي عملها بأمانة وليست باباً للفساد؟ المهم والمنطق تفعيل الوزارات والمؤسسات الموجودة أفضل من الاستحداث غير المجدي وأن تبتعد الآراء عن فكرة استحداث وزارة مختصة بهذا الشأن منعاً لتشويه صورة الزيارة بالفساد كما نوصي بعدم الطلب من الحكومة أن تتحمل هي نفقات الزائرين وطعامهم إلا ما شاءت هي أن تشارك به لأن هذا الأمر مسؤولية الشعب العراقي وهو يقدمه في أجمل صورة أخلاقية بعيدة عن المن والفساد الحكومية مرحباً بكم مرة أخرى أيها الأحبة الأكارم أستاذ كامل ظهرت دعوات نتيجة هذا الإرباك اللي حصل بالزيارة خصوصاً عند انتهائها ظهرت دعوات لتأسيس وزارة استحداث الوزارة بشؤون زيارة الأربعينية أو إيجاد هيئة تختص بالعمل بهذا الجانب لا أدري أن تشوفون الحل بهذا يعني أن نضيف جسد آخر لجسد الحكومة المترحل أصلاً أم أن الحل يكمن في تأبئة حقيقية لجهود الحكومية لا أنا أعتقد أن هناك حاجة للجنة عليا جهة عليا هيئة عليا تنسق بين الوزارات المختصة الوزارات المختصة لجنة تنسيقية بالوزارات المختصة توجد جنبات وتوجد مؤسسات تشارك بدور مهم في مسألة الزيارة مثلاً مديرية التموين والنقل في وزارة مديرية أمنية في وزارة مديرية معلومات وأخبار في وزارة لو كان هناك تشكيل علوي مو تشكيل تنفيذي تشكيل علوي يشرف وينسق ويضع خطط ويتابع تنفيذ هذا رح ممكن يكون مفيد جداً لتشكيل انسيابية في حركة يعني إحنا لما نحتاج قضية معينة نحتاج نتصل برئيس الوزارات حتى رئيس الوزارات يتصل بالوزير هذا الآلية آلية تعيق التنفيذ السريع مما لو كان موجود دخل الباب الروتين يعني بالجمهورة الإسلامية سوى ولجنو مشترك ستادر ما اشترك هذا اللجنة المشتركة العية بيها مسؤولين من وزارة الدفاع بيها ممثلين من الداخلية بيها من الوزارات الصحة غيرها غيرها راح تصير انتقال المعلومة انتقال الأمر الإداري انتقال الأمر التنفيذي انتقال المعالجة الميدانية راح يصير يسير سهل ويجري في دائرة وحدة انت عندك أيام تعطي وأيام إجازات وتحتاج الموظف الإداري وتحتاج المسؤول وتحتاج الجميع بدون استثناء فإذن نحن بحاجة إلى هيكلية إدارية لتفعيل الجهد الذي ننفقه في ميدان الزيارة أنا ما أدعو إلى أي إنفاق مالي الوزارة لا تتحمل إنفاق مالي وإدارة تنسيق إدارة تنسيق مالي يوجد ملف ضاغط يضغط على البلد لمدة عشر تيام و عشرين يوم يحتاج إلى خطط استباقية ويحتاج إلى معالجات آنية ويحتاج إلى متابعات تنفيذية هذه ما تتم بدون وجود لجنة عليا للتنسيق مو شخصية عادية لجنة عليا لازم على الأقل يكون وكل وزير مثلاً للمثل الوزارة حتى يمتلك صلاحية القرار ويمتلك سرعة الوصول إلى الأداة التنفيذية وسرعة الوصول للمعلومة من هو إليه هذه مهمة جداً هذا ما يصير بدون هذه اللجنة المشتركة حيئة عليا مشتركة تجمع ست سبع وزارات المعنية بالشأن وتمارس دور إشرافي تخطيطي تنفيذي متابعة هذا أنا أعتقد هو الحل حتى وزارة وزارة صغيرة جداً يعني السعودية عتها وزارة الحاج اللي يهمها مليونين يجور خلال هذه العشر تيام نعم عندنا وزنة الحاج والعام الأخضر نقدر ننضيفها وياها بالنطان إسرائي هنا اللي أتواجه بله سيد محمد نحن عدنا هيئتها نتعنيان بشأن الديني الهيئة الأولى اللي هي هي هيئة الوقف الوقف الشيعي والهيئة الأخرى اللي هي هيئة الحج والعمرة ذاني ليش مش بنالهم دور يعني في هذه المسألة نحن هسذا ما تفضل بتعقيباً وتكملة لما تفضل بإسترنا الكراني في هذه المسألة أنه اللجنة المشتركة اللي تكون هذه في أيام الزيارة تجمع جميع مفاصل من يهمه زيارة الأربعين مثلاً أنا ما أستثني أحد مثلاً حتى وزارة الثقافة اللي يفترض أن تأخذ دورها وتبين بشكل واضح اللي الحمد لله وشكر لا شبناها لا في عاش وراء ولا في الأربعين ولا في المناسبات الدينية ولكن إذا شبنا مناسبات الأخرى أو دينية هذا كان لها حضور واسع في هذه المناسبات يجب لأن هذا هم يجب أن توضح من أعمال ثقافية وأنشطة ثقافية يكون لها حقيقة يكون تبرز هذه الأمور هذه اللجنة كما تفضل الإسترنا الكراني به مثل استطادة أربعين كيراً هذه المختصة تجمع جميع الوزارات اللي مرتبطة والمتعلقة في زيارة الأربعين كنقل، كأمن، كتموين، كتجارة وكذلك حتى في الجانب الإعلامي والجانب الثقافي هل سنقول ياذا احنا بالأخير نتخلص هاي مرة سنوديه إذن وعدنا هيئة الحج والعمرة هيئة الحج والعمرة والعمرة الحمد لله وشكر ما قاعد نزول بالعكس أنه هذا تتحول جميع هاي هيئة الحج والعمرة صور هيئة الحج والعمرة والشعائر الديني هيئة الحج والعمرة مثل الديارة المقدسة بشكل كامل الشعائر المقدسة فإضافة إلها تكون واضحة بأنه نجمع حتى ما يسرع عندنا باشر يقولون ممسيع مهام مؤسسة قائمة أحسن بالضبط أحسن من انشاء مؤسسة الديارة انتشاء مؤسسة، انه بتطع يصرف ويقل لك النوب لأجل الزيارة، سويته وزارة وصار عليها صرف وانه بتطلع هاي الوزارة ملكة العراق كده بالآخير هنا الاشكالية الحقيقية احنا هاي الأدوات اللي موجودة كون شون نوظفها بالشكل الصحيح وبشكل إدارة حقيقي وكون أكون إرادة حقيقية عند الدولة أما لو تجيني مثل النموذج الآن اللي موجوده مثل هذه الحكومة لها واحنا هذا بعد مستبعد يعني الحمد لله من خلصت الزيارة بهذه الظروفة بهذه الآلية ولذا تجي واقع حال مثلا احنا نقول بالعكس لو هذه الزيارة في إيران وهذول المئة نفر اللي توفوا في في العراق مئة عراق مثلا في إيران الأستاذ كناني أشار على الموازنة أنه هذا العدد الهائل لا أنا أستحدث لو ذول المئة عراقي توفى في إيران بهذه الأحداث نعم نعم ما يسموننا قادة السيافات نعم الإعلام التشريني هسا ما عندنا تيار طلع مالتيار بهلو والتيار مسعود رجوي الجديد اللي بالعراق النشط يومية يروج اللي التظاهرات الآن في إيران اللي طلعت مهسة أميني مسؤولة منصات وسائل تواصل اجتماعي احنا ندخل في هذه المطابات ضد مشكلة يعني للأسف محاولة طبعا بالمناسبة هم أود أن يشير شوف العملية البصيرة والأخلاق اللي لاحظناها بشكل حقيقي كل مسؤولين الإيرانيين من سماحة الإمام القائد قائد الثورة الإسلامية إلى يمكن آخر وزير أو حتى المسؤول عن ملف ستادة أربعين أو حتى المسؤولين البسطاء كلهم تقدموا بالشكر والثناء للشعب العراقي وتناسوا أنه هناك اعتداءات حصلت من بعض أطراف شاذة اعتبروا أنه هذه حالة شاذة لا تمثل الإيراني لأجل ماذا؟ لأنه يقولون أنه هناك وحدة حقيقية ما بين الشعبين الإيراني والعراقي هذه الصورة اللي تتجلى بهذا الشكر من أكبر مسؤولين ما شهدنا منه ولا مسؤول لا من الخليج ولا من الغرب واللي العراق قدمي لهم خدمات على مستوى السنوات قدم بشكره واضح بس ريتم يكون شرهم شوفوا هذهم أيضا حقيقة ما هذا قدم العراقيين الحقيقة أمام الشعب العراقي لا لا مهنا أمام الشعب العراقي هاي إنه هذا الش الأكرمة الكريم لا مالكته شوفينا لكن هل هذا رح ترجع باشر يطرعون نفس المجموعات وواحد عشرة جاعدنا يقولون إيران بره بره نعم هذا طبعا بنفتان بأي خدمة الحكومة أهم صحيح أهم صحيح نفتان بأي خدمة حكومية قدمت في جاسة أربعا على الواقع عمل تكاملي عمل كبير ضخم جدا يعني إحنا عدنا غير الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية استحدثت شعبة خاصة باستخبارات الزيارة أكثر من خمسة آلاف شاب غير محسوس عملوا على رصد الحالات الممتاز التخريبية وكذا ومعالجتها ووضعوا لينكات مع الأجهزة الأمنية لتعالج الأمر بالشكل الحيوي انتشار الأجهزة الأمنية ودورها والعمليات الاستباقية التي جرت في بعض المناطق اعتقال مجموعة البعث التي كانت تتخطط لعملات الرهابية وانتقال بعض الاتجاهات المنحلفة أكثر من خمسين واحد تم اعتقاله هذا الحديث قبل الزيارة هذا الدليل على وجود وعي أمنية وخطة أمنية وتنفيذ أمنية جيد يعني نبخص الناس مختلفين 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 الدور دور كبير والحفاظ على يعني زيارة تمتد إلى مئات الكيلومترات من البصرة إلى ديالة إلى غرب العراق إلى شرق العراق وطرق مفتوحة وبلا بنية أمنية تحتية يعني الشارع مفتوح ما بأي يعني ممكن أي واحد يأتي من أي مكان ويقصف ويقتل ويضرب حينما تحمي كل هاي المساحات وكل هاي الأجواء وكل هاي الطرق وصولا إلى مركز مدينة كربلا اللي يطبلها بليون مليون مليون ونص يطلع منها بليون مليون مليون ونص على مدى عشرين يوم انت مستمر شبابك مستمرين بالواجبات يأدوها بعضهم واجباتهم ساعة 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 بعضهم وصولها عشرين ساعة واجباتهم فترة الاستراحة قلصت تماما انذار كامل كل الأجهزة الأمنية كل الأجهزة استخبارية كل الأجهزة معلومات هذا جهد كبير لا شك لا شك الحمد لله لم تحدث أي حادثة أمنية كبيرة أي حادثة أي خرق أمني لم يحدث من النحية حكومة كربلا المحلي هذا أحد النجاحات المهمة يعني وإذا ما نقدر نعاقب المسيح على الأقل نقول للمحسن أحسنت جيد تبقى أكو مسئولية جماعية تبقى أكو مسئولية المواطنين المواطنين مارسوا دور كبير أيضا في إيصال المعلومة في متابعة الأعداد في تصقيص المقربين هذا كل أيضا دور مهم وهذا دور تراكمي وأنا أعتقد بمثل هذه الأجواء المشحونة وبمثل هذا التحريض البعثي والطائفي والخارجي والمحور الصهيوني والمحور الوهابي يشتغلون على إيجاد مشكلة وإيجاد تفرقة انتصرت الإرادة العراقية في تقديم صورة 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 رائعة صورة الدولة الفاضلة صورة الدولة التي يدعو لها الفلاسفة يدعون إلى أن الإنسان يقدم خدماته بمحبة بدون ضغور شعب أصبح شعب أصبح أن هذا هو الشعب هو الشعب مهو الدولة هي الدولة؟ تحديد الدولة ؟ الأجواء أولا للشعب والشعب معبر عنها يعني الأجهزة الأمنية التي مو بستخدم الزائرة تبوس رجلة تقبلها ترحبها ليس من وظيفة رجل الأمن ليس من وظيفة رجل الأمن أن يقبل يد زائر لا بالتغيير من مبادرة شخصية لا بالموظيف تأني خدمه ولكن بدرت لا في المبادرات الشخصية التي تدل على انه يؤدي هذا العمل بحبه يؤدي هذا العمل بإخلاص هذا كله ظاهرة حضارية جديدة لم يكن يعرف هذه الظاهر قبل التغيير وبرزت بشكل واضح نحن جاي نمطر رسالة للعالم رسالة حضارية راقية جدا يعني هذه المرأة العجوز اللي معتها بس استقانة شاي وتقدمة هذه المرأة اللي معتها بس ترمز الماء وتقدمة هذا الرجل الوجيه شيخ العشيرة اللي العشيرة كلها تدخله بانذار اذا قل له اولا بججداشتك ليثقيت تعرفون انتو هاي الثقاف العشر هذا يجي يروح يتوسل بالزائر يجي ياكل عندك نعم يقبل اياديك فدوا اخذينك هذا تغير هذا جاي ينطلق من مطلقات جديدة لم تكن حاضرة بالمجتمعية العراقية اذا احنا امام ظاهرة حضارية اخلاقية عالمية نعم لحد الان ما قدرنا نوصلها الى كل مكان بالعالم ولكن لحد الان جيوش العالم لا تستطيع ان تطلب من الجندي ان يقاتل ما لم توفر له كل شيء ترى الجندي الفرنسي حتى غرفته ما ينظفه حتى اواني طعامه ما ينظفه يجيبون لشركات خدمة خدمة بس سريرة فقط مكلف فقط سريرة يرتبه وكل شيء اخر شركات خدمة احنا الشاب العراقي يبيه حاجة من حاجات بيده ويشتري الى بندقية ويدايل الكروة ويروح يقاتل هذا ماكو بالعالم احنا جاي نقدم نموذج راقي بكل التفاصيل ولكن نحتاج الى تسويقه اعلاميا نحتاج الى تعزيزه نحتاج الى نشرة اما ان ننشغل بمشاكلنا الداخلي انا اتقلمت جدا احد اصدقائي شيخ مؤمن مقيم في قوم المقدسة اجا للزيارة يكتب عن القمامة تملأ الشوارع في مدينة كربلا 25 مليون ايش يجري تسوي يعني يا اخي انت عندك عيون وترى الاف الاشياء ليش ترصت ليش ترصت هاي الظاهرة السلبية وليش تنشرها حسنا هم لو تكتبها للمسؤولين العراقيين حتى يعالجونها انت معذور اما ان تنشر في صفحات الواتساب وكأنه احنا عندنا مشكلتنا بس الزبانة احنا جاي نستقبل 20 مليون لا يجوعون ولا يعطشون ولا يبيتون في العراق ولا يمرضون ولا كل شي جاي يقدم لهم ما وشربوا واكلوا العالم الآن العالم اوروبا الآن منزعجة جدا من ثلاثة ملايين اوكراني خارط اوكراني بسبب هاي الازم ثلاث ملايين هاي ثلاث ملايين بالعراق واجبه وحده يوكلون يعني بس البطرة تطلع له وتخلص انت عندك تجربة حرارية راقية صحيح يوجد تقصير في وزارة اللقاء يوجد تقصير محافظة العمارة ما قبل يطلع سيارات المنفذ الشيط قال قلنا انهم لا تجون منا المنفذ مصالح تأخروا الناس المنفذ الشيط اضطرت الجمهورية الاسلامية تبعى في طاقم نقلوا والناس الحشد الحشد الجمهور من نتيجة الاخطاء موجودة التقصير موجود ولكن الظاهرة اكبر لكثير من النقف عند صغائرها صحيح علينا ان ننقف علينا ان انا الراجع علينا ان نصحح ولكن العراقيون قدموا انجاز حضاري عراقي الايرانيون قدموا معونا بالغة الاهمية كبيرة جدا كان اكثر من مئة وثمانين موكب ايراني والمواكب الايرانية تتميز تتميز بشموليتها الموكب الايراني ويا مجموعة ويا مجموعة ويا مجموعة ويا مجموعة يجوز بالمواكب الايراني بينما ذولا لا يجوك بعض الايرانيين مارسوا ممارسات الايرانيين في تجليك الاقدام ايه قصدي هذه التجربة احنا امام تجربة ضخمة جدا احنا امام رسالة جاي نقدمها للعالم ان هذه الاربعين هو نبي جديد يظهر الى البشرية يهديهم الى الحوب والتفعية والخدمة والشجاعة والالتصاق بالمفاهيم القيمية والمعنوية لا ينتظر جزاء ولا شكورة ما يسئل اصلا واحد يفتح بيتي واحد يفتح بيتي الى ناس ما يعرفهم ما يخالف ما يعرفهم من يجون هم يسألهم هم ما يسألهم زي هذول الناس اللي يجون شلون يأمنون شلون يبيتون ببيوت ناس ما يعرفون اما تدرك لهم وينجاد ويناجوا ويطلعوا اما يطلعوا جو اخلاقي جو اخلاقي جو غير طبيعي جو غير طبيعي انا كتبت المقال في الاربعينة السابقة نبي الله زيارة نعم صحابة نبي جديد جاي يجينا وجاي يبلغنا وجاي يبشرنا وجاي ينقل هاي الروح المعنوية الى العالم العالم الاخر الان جاي يرصد ماذا يجري يعني انت لن تستغرب سفير كندا وسفير فرنسا وسفير تعالد اوربي هاي زيارة راحة والكربلة راحوا يشوفون او كظاهرة او كظاهرة مبهرة يعني افخم زيارة بالعالم تستمر لأيام ما تعاني من اي نقص ما تعاني من اي حاجة يعني بالتأكيد هذا مظهر حضاري كبير فاذا احنا علينا ان نعزز هذا الدور اوك ان نرصد هاي الايجالية ان ننسحها بالرغم من الملاحظات ما يجب ان تذهب الى دوائرها المختصة حينما نلاحظ على البلدية على وزارة النقل على محافظة العمارة يجب ان تذهب الملاحظة الى المسؤولين حتى تعالج حتى تقلص مساحة اخطاء في الزيارة القادمة حتى نقدم صورة اجمل وصورة احلى وبالضغط هذا دافعنا وليست تصيد على الحكومة محسب اكيدا ودافعنا لا اتهم الدافع ابدا لا 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 انا احد اصدقائنا في اوروبا معني بالشأن السياسي او مهتب بالشأن السياسي يقول لمراكز البحث والدراسات استنفرت نفسه لما رأت هذا العدد الهائل الذي يحيي زيارة الاربعين بل ان البعض قال ان الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة وبريطانيا في الداخل العراقي راحت هباء منذ العام 2003 الى يومنا هذا استاذ كامل كنان استاذ محمد جاسري انتم ايضا ايها الاحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا لمقالنا الاخير الذي حمل عنوان الزيارة الاربعينية نجاح شعبي وفشل حكومي قاسم الماضي الزيارة الاربعينية نجاح شعبي وفشل حكومي الكاتب قاسم الماضي في ظل الفشل الحكومي المستمر بات مألوفا بالنسبة الى المواطنين العراقيين رؤية الشاحنات المخصصة لنقل مواد البناء والمعدات الثقيلة محملة باعداد كبيرة من المواطنين خلال الايام المتزامنة مع زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام هذا المشهد غير المستغرب اقترن بعودة الزائرين واصحاب المواكب الحسينية من كربلاء المقدسة والطرق المؤدية اليها بسبب قلة وسائل النقل في هذه المناسبة التي لم تضع لها الحكومات المتعاقبة معالجات رغم احياء مراسيم اربعينية الامام الحسين عليه السلام الى الواجهة رغم احياء مراسيم اربعينية الامام الحسين الى الواجهة بعد العام 2003 وعلى الرغم من تكرار هذا المشهد المأساوي بصورة سنوية لكن هذا العام تكررت الصور ذاتها مع بعض التدهور في نقل الزائرين ولا سيما خلال العودة من كربلاء المقدسة الى بقية المحافظات فعلى الرغم من وجود حافلات حكومية وخاصة الا ان الاعداد المليونية الهائلة تستدعي مزيدا من العمل الحكومي على تطوير هذا الملك مرحبا بكم وأجدد ترحيبي بضيوف الأكارم الأستاذ كامل كناني الأستاذ محمد الياسر أستاذ محمد يشير دوننا نقول احنا نموقدها مثلا وتعالوا ديرونا شعائرنا لان احنا ما دبرناه لو هذا تجده جزء من جهد يبذل لشن الحرب على الشعائر الحسيني لا هو بالحقيقة في هذه المسألة في زيارة الأربعين هم ايضا نشير الى نقطة انه ما يتعلق بالجانب الحكومي الحكومات المحلية مثل حكومة كرغلا للأمانة كانت قدمت رد منجز كبير أمام الحجم الهائل لكنها كانت تعاملت وحتى كانت تنسيق كبير جدا بمستوى لكننا نقضح غياب الحكومة المركزية وليس الحكومات المعالية كان هناك تقديم حقيقة بالنسبة للحرب الى الشعائر الحسينية هاي مو جديدة احنا ذا لاحظنا كتاريخيا بداية المنع في السبعينات للمشي والشعائر كانت تدريجيا اول مرة انه نحيد الشعب العراقي عن الشعار اعتقد هاي المحاولة تنتهي اذا احنا نشوف هذا الزخم وهذا العدد سنويا واغلبية اضمى من الشعب العراقي الا نادرا وحتى المكونات الاخرى كان لها حضور لم نجد الا الشواذم من وقفوا بمواقف سلبية عندما يكون بهذا الاندفاع بهذا المشتوى ما كم خبل بعد يطلع يقول امنع الشعار لو امنع المشي شو اللي طلع سلبيات شو اللي يقول مثلا الزوار شنو خربوا اكثر من السياج اللي يسونا مثل شي اسمه جدار برلين اللي هو سياج واقع واللي قامت عليه مال المدرسة مال كربلة ولكن شنو اللي يصار راح ذاب امام اكو جمهور كبير وامام اكو جهود حقيقية واكو تزديد الهي الى انه هذه تبقى بهذه المسيرة وتزداد يوما بعد يوم فكل هذه الاصوات التي تجدها محاولات صدقني بمجرد ان يأتي شهر محرم راح تجدها لا اله وجود لا اله حضور لا داخليا ولا خارجيا لمستوى انه حتى السابق اكثر من صحيفة الشرق الاوصخ السعودية شنو اللي سوتها والاتهامات كانت من الصحيفة صار بيها من صار التضامرات والغلق مكتبها بعد ما تجرأت كذلك الاخرين اليوم احسن فعل القوات الامنية من تصدق لهؤلاء هذا اللي يكاموش لدن بوسي شكي في الزوار وهذا اللي يسيئ للزوار من احتقيتهم القوات الامنية هذا عقاب هذا رادع وهذا يجب ان يشيد به بانه هذه المحاولات محاولات التقليل والإساءة اذا شاهد اي شخص اخر شاهد اي واحد يتسول الى نفسه انه هذه محاولة الاعتداء بهذه المحاولة والتصدي ومحاولة الاعتقاب ووفق القانون وعقاب هذا اللي لا تتكرر حتى هذه المحاولات اللي موجودة في المخ الاخرين هم تنشار اصلا وما اعتقد واحد لغاية اليوم احنا الان في العام 2022 يفكر يرجع يقطع الزيارة يرجع السابع المستحيلات لا هذه اصلا ما يفكر بيها حتى اللي كان عنده نفس الان يفكر ان يتقرب نعم ما نجدك يعودون تشنف السابق على السيارات المفاخخة والعمليات الارهابية لكن هذه من حسرة في المناسب واحد من البعثيين قيادات البعثية قال الان ايقنت اننا سوف لن نعود للحكم مرة اخرى لا بالتأكيد هذه القضية المسألة انه مو فقط مشي المسألة انه مو فقط انه هذه حاضرة سياسية اليوم من اشوف موكب نداء الاقصى يجمع الفلسطينيين على طريق كربرا نجف واشوف مثل والد الشيدي محمد الدرامون ويعطي رسالة واضحة هذا موقف سياسي انه ضد التطبيع ضد الدول التي تطبع وكذلك ضد الاطراف التي تقف مع الدول المطبعة ايضا هذه برسائل سياسية مو فقط انه رسالة باعتبار ديننا عين سياستنا وسياستنا عين ديننا السف كامل بعض القوى السياسية احنا نصفها بالمشبوه كمثلا حركة امتداد التشريني دعت الى اغلاق الحدود مع الجمهورية الاسلامية الايرانية لانها عدد هائل وكبير جاء من الجمهورية الاسلامية بحيث ضاقت حقهم كربنا المقدسة انت ليش تنزعج ايه ايه اكفت شيء يألمه البعض بعد اذنك خلي اكملك سؤال البعض من المحللين ذهب الى تواطع بين الحكومة وهذا النمط الفكري الذي مثلته امتداد بان فشلها كان مقصودا ليؤدي الى هذه النتمة لا لا اعتقد هذا تفخيم لدور الفشل العكومي انا ما اعتقد السياسة ممنهجة لمواجهة الارض لانه الجو العام بالحاكم هم وزراء الشيعى ورئيس وزراء الشيعى بالنتيجة والمواقف الرسمية المعلنة واضحة في دعم الزيارة وانتفاقات الدولية بينه وبين الجمهورية الاسلامية تسهيل عملية رفع سمة الدخول هذا ان يكون هناك اجراءات واقعية رسمية هي العبرة في ان الاخطاء غير ممنهجة لون العبرة في ان التهيئة ينبغي ان تكون ممنهجة لا لا هو توجد اشياء واقعية اجيزي احنا يعني لا نذرع بالخيال احنا لما نريد من شعبنا ان يصير شعب خير هو شعبنا شعب خير دس مو منتجة كل الناس تتعبر عن هاي الاختورية بنفس الدرجة وبنفس الدقة وبنفس الكفاة مو بالضرورة ان تجد ناس تنفذ اوامر الدولة بنفس بعدين هذا الشاب اللي واقف انا شاب مثلا واقف على الجوازات وجاي اختن الجواز وواجبي ان ادقق توجد عندي اسماء مطلوبة توجد عندي اسماء متهمة توجد عندي اسماء مزورة مثلا توجد عندي اصحاب سوابق عندي لست امنية وانا يجوني تسمعني بمداخل ابهاي استاذ كامل الله يشهد اللي كان في الجوازات تعامنه بمهنية واستيابية عالية ما لا نتيل بالمنابط اي دققل جدا مطلوب 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 منه ان يكون داخل جدا هو مسؤول هو ضابط جوازات عنده الاستقائمات ممنوعة عنده الاستقائمات متهمة عنده الاستقائمة او هم يمرون عليه مكان ما يمرون عليه 100 يمرون عليه 10 تلا ماذا قد يتعصد ماذا قد ينشغل ماذا قد يتوتر احنا لا نتخيل ان الامر عملية سهلة هذا ما الا علاقة بس برابط الجوازات الا علاقة بكل سيطرة الا علاقة بكل طريق بالنتيجة يوجد زخم ويوجد ضغط ويوجد قدرة تحمل الناس مو كلها تتحمل بنفس المستوى ولا كلها تتحمل ولا كلها تتمنى القضية عقادية واحد يؤد دور وظيفي خلصت ساعة واجبة لازم يرتاح لما ما يقدر يرتاح يتوتر شنو باعث حركة امتداد للتصريح بهذه الجرعة انا اعتقد المبالي الاصلية لهذه الحركات هي تريد منهم هذا الخطاب الذي يتحدث بعض الشخصيات السياسية يومية طاقنا الكلمة التبعية نبين مدفوع من الجهة التي تعتبرنا خطاب الخطاب فانحنا ليس غريبا ان نسمع مثل هكذا خطاب ولكن احنا عدنا حواظر تاريخية كنا نستحضرها دائما لما المتوكل رفض زيارة امام الحسين عليه السلام اخذ ضريبة قطع ايد الناس قتل الناس في احد المرات يقتل من كل تسعي والناس استمرت بالزيارة انت يا شعيط من تالي بعد ان وصلت الى افاق الدنيا وبعد ان اصبحت الناس تزغرد خلف الشهيد الان اصبحنا مزغرة بل ان المؤشرات كلها الان مزغرة انت في هذا الوقت تجذبون لبشينوا صور الشهداء في حين ان المؤشرات كلها تشير تؤشر الى اهمية هذه الزيارة وتعظمها في قادم السنوات انا اعتقد هاي الزيارة استاذ علي عزيزي سيدي ستقدم للبشرية طريق الخلاص سوف تفهم المسيحي ان عيسى نبي المحبة هنا الحسين سلوات الله بهذا المستوى من المسؤول و بهذا المستوى الذين بعثهم الله بالعدل والأصفاء والميزان كلهم يتجسدون في هذا السلوك الاربعين هذا السلوك الاربعيني خارج من كل جغرافيا وخارج من كل ملحب وخارج من كل بيت النفس البشرية تحب الاحسان والتضحية والتقديم وهذا ما جاء ما كان يجي شكرا لكم كنتما ضيفيني كريمين ايها الاحبة كتب معد البرنامج السيد قاسم العجرش الخاتمة التالية ان عظمة الزيارة التف التفافا جوهريا حول عظمة هدفها وتصاعد تأثيرها ينسج منتجاما تاما مع تصاعد حالة الظلم في حياة الناس لذا لا غربة ان تجد اصوات المشاركين فيها ترتفع بشعار مثل هيهات من الذلة وكل يوم عاشراء وكل ارض كربلاء وعزاؤنا دائم حتى ظهور القائم انها رغبة الانسان في البحث عن العدل المفقود في حياته اينما كان وفي اي زمان واكاد اجزم انه لو عرفت هذا المعنى العميق للزيارة شعوب الارض لوجدنا كربلاء قبلة يحج اليها الناس من كل الثقافات والاديان والاعراق معلنين تمردهم وثورتهم على انظمتهم وحكوماتهم الظالمة في امان الله اشتركوا في القناة